اشتركوا في القناة ولا يزال مستقر نسبياً قريباً من تلك المستويات نحن عندنا إذا تمكننا من الإغلاق بشكل واضح على الأقل خلال هذا الأسبوع فوق مستويات الـ 2015-2015 ذلك قد يتيح المجال إلى قفزة جديدة نحو مستويات الـ 2550 ولكن هذا يحتاج أن يكون في عندي استمرار العوامل الداعمة حقيقة حتى يستمر إلى قمم تاريخية جديدة أو ارتفاعات كبيرة لأن المخاوف مرتبطة بكم سيقلص الفدرال الأمريكي أسعار الفائدة وهل هذا التقليص سيرقى إلى توقعات المستثمرين في الأسواق أم لا نبقى في الحديث عن الذهب الذي حقق تقريباً 20% مكاسب منذ بداية العام وبالتالي في ظل هذه الأرقام هل تعتقد بأن الذهب كسر القاعدة التي تقول بأنه لا يدر عائد؟ حقيقة هو خزان للقيمة أكثر من أن نقول هو لا يدر عائد هو ملجأ للمستثمرين نحن شفنا إذا فيه عن توترات جيوسياسية يكون هناك توجه وانزياح للأموال مباشرة نحو الذهب اغتنم الذهب حقيقة خلال العام الحالي العديد من الفرص متمثلة بالتوترات الجيوسياسية متمثلة ببعض الانخفاضات أو الإخفاقات في أسواق الأسهم وعمليات جني أرباح كذلك الأمر والتراجع الواضح للدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه بتقييم أن يكون هناك تقليصات أكبر لأسعار الفائدة أو بدء تقليص أسعار الفائدة حقيقة وربما تصل إلى المستويات 1% كاملة يتم تقليصها خلال هذا العام وهذا ما يتطلع إليه المستثمرين وهذا قد ما يحفز أن الذهب قد يستمر بهذا الكابتل جين أو الارتفاع في قيمته نحو مستويات تصل إلى 2.600 وحتى 2.700 دولار للأنصة كما قال جولد من ساكس في بدايات هذا العام فيما يتعلق بأداء الدولار المرتبط بتوقع تسعار الفائدة اليوم لاحظنا كيف هبط الدولار أمام بعض العملات الرئيسية هل سيواصل هذا النزيف الدولار الأمريكي هل هي فرصة حاليا للشراء بالنسبة للدولار مجموعة من التصريحات التي كانت لأعضاء من الفدرال الأمريكي سببت هذا التراجع الواضح للدولار الأمريكي لأنه كان في عبارات واضحة أنه حان الوقت لبدء تقليص أسعار الفائدة وأن الحديث عن أنه هل سيكون 50 نقطة أساس أو 25 نقطة أساس حقيقة الأسواق دائما تسعر الأحداث قبل حدوثها وتحاول قدر الإمكان أن تستشف نظرة مستقبلية من الوضع الحالي ما يقف بين التوجه الشديد نحو تقليص كبير في أسعار الفائدة وعدم تحقيق ذلك هو البيانات الاقتصادية ومستويات التضخم التي يجب أن تبقى مستقرة وتتجه إلى الأسفل بدلا من أن تكون هناك أي ارتفاعات غير متوقعة وهذا الأسبوع ننتظر بيانات مهمة في هذا الجانب وهي البي سي إي وهي بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي نعم فيما تعلق بأسواق النفط هناك توقعات كذلك صدرت من جولدمان ساكس تخفضت من مستويات الأسعار على مستوى برينت في 2025 وكذلك هناك توقعات أيضا بارتفاع طلب من قبل الهند تحديدا بالتالي بين هذه المؤشرات ما هو مسار أسعار النفط في 2025 في نظرة متضاربة فيما يتعلق بالفترة المستقبلية ومتوقعات الطلب العالمي هناك أيضا الصين اللي لا تزال تظهر بعض البيانات السلبية إن صح التعبير وحتى حجبت مجموعة من البيانات المهمة التي كانت تصدر بشكل دوري وبالتالي ذلك يظهر أنه هناك بعض الضعف ولكن اليوم كان في عنا بيانات مهمة أيضا من الصين أظهرت أنه النشاط التصنيعي مرتفع للمرة الأولى من أكثر من أربعة أشهر وبالتالي هذا التضارب يحقق نوع من الميزة لأسعار النفط بالاتجاه الصعاد إلى الآن الأمور ليست بالسوء الذي كان متوقع فيه بما يتعلق بتوقعات نمو الطلب فهذا يحفز بعض الارتفاعات ولكن لا يغير من حقيقة أنه النفط كان عند مساويات قمة مرتفعة والآن لا يزال استراجل مرتبط بالأداء الاقتصادي الحقيقي إذن سيد راد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي كنت معنا شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة